السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايبي يا رب كلكم طيبين وبخير واهلا بكم جميعا في قناتي انا مروة زهرة ان شاء الله النهاردة هيقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع الابتدائي في مادة التربية الدينية الاسلامية مراجعة اختبار اكتوبر في المادة بتراءة بسيطة جدا وسهلة كل الاسئلة المهمة مش هيخرج منها لامتحان قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو انا بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا جرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة لانا هنزلها ان شاء الله وتابعوا الفيديو للاخر واستفادوا من كل الاسئلة المعروضة في المادة حتى لو اول مرة تذكروا المادة السؤال الاول اكمل العبارات التالية الملائكة هم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور لا يأكلون ولا يشربون وهم عبادهم مقرمون وخلوا بالكم ان الاسئلة دي كلها وارد تجيلكم في الامتحان في صورة اكمل في صورة اختياري في صورة توصيل اول سؤال عندي الملائكة هم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور لا يأكلون ولا يشربون وهم عبادهم مقرمون السؤال التاني من اسماء الملائكة جبريل وميكائيل من اسماء الملائكة جبريل وميكائيل علم الله تعالى سيدنا ادم وعليه السلام الاسماء كلها علم الله تعالى سيدنا آدم الأسماء كلها آدم هو أول البشر سيدنا آدم هو أول البشر جبريل هو الملك المسؤول عن الوحي والسؤال دات لقدمكم في الامتحان جبريل هو الملك المسؤول عن الوحي ميكائيل هو الملك المسؤول عن نزول المطر ميكائيل هو الملك المسؤول عن نزول المطر أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم خلق الله تعالى الملائكة لعبادته خلق الله تعالى الملائكة لعبادته أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام آدم عليه السلام خلقه الله تعالى خليفة في الأرض خلق الله سيدنا آدم عليه السلام خليفة في الأرض وتعالوا نتعلم مع بعض على الجزء الثاني والجزء الثاني بيسألني فيه سؤال مهم جدا من أركان الإيمان عايزني أسكر أركان الإيمان وخلي بالكم بفي فرق بين أرقان الإيمان وأرقان الإسلام السؤال بيقولي من أرقان الإيمان إيه الإيمان بالله تعالى الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب السماوية الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فخلي بالكم من السؤال ده الأرقان الإيمان الإيمان بالله تعالى الإيمان بالملائكة لأماء الإيمان بالكتب السماوية الإيمان باليوم الآخر قال صلى الله عليه وسلم ودي حديث عليكم في الدرس الثاني إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بني آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيص والطيب وبين ذلك خلي بالكم ممكن يجيلكوا في الانتحان في صورة أكمل جاي لك مثلا كلمة الأحمر وكلمة الأبيض وكلمة الأسود وكلمة السهل وكلمة الحزن وكلمة الخبيص وكلمة الطيب خلي بالكم من الكلمات دي السؤال اللي بعد كده الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر المقلوقات بالعقل ربنا سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن جميع المخلوقات الموجودة على سطح الأرض بالعقل خلق الله تعالى للإنسان اللسان ليميز بين الأطعمة المختلفة السؤال ده مهم وهتلاقوه قدامكم في الامتحان بالعقل يميز الإنسان الحق من الباطل بالعقل بيميز الإنسان الحق من الباطل قال تعالى في كتابه العزيز إن كل شيء خلقناه بقدر خلي بالكم من الآية الكرآنية أقسم الله تعالى في سورة التين بالبلد الأمين وجبل طور سيناء وبالتين والزيتون أقسم الله تعالى في سورة التين البلد الأمين وجبل الطور في سيناء وبالتين والزيتون والتين والزيتون نوعان من الأشجار المسمرة من مظاهر قدرة الله المصور في خلق الإنسان نعمة العقل والحواس تعالوا نتنقل بعد كده على الجزء المهم في الأسئلة التانية تظهر لنا صورة التين تكريم الله للإنسان وأنه خلقه في أحسن تقويم تظهر لنا صورة التين تكريم الله للإنسان وأنه خلقه في أحسن تقويم المقصود بكلمة البلد الأمين هي مكة المقصود بالكلمة البلد الأمين مكة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الصورة عليكم حفظ لازم تحفظوها كل الكلمات اللي أنا حطى لكم عليها خطوط دي هي بتيجي أكمل في الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتوري السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رضضناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعده بالدين أليس الله أو بأحكام الحاكمين وعليكم شوية معنى الكلمات موجودين في الآيات مهمين كلمة التين والزيتون دي أشجار من الصمار وعنده كمان كلمة أو نوعان من الأشجار المثمرة أو ممكن زي ما هو مكتوب في الكتاب من الصمار كلمة طوري السينين جبل الطور في سيناء البلد الأمين مكة المقرمة البلد الأبين مكة المقرمة أحسن تقويم أحسن صورة أحسن تقويم أحسن صورة رضضناه أسفل سافلين أدخلناه النار كلمة أجر معناها جزاء رضضناه أسفل سافلين أدخلناه النار كلمة أجر معناها جزاء غير ممنون معناها غير مقطوع غير ممنون معناها غير مقطوع كمان أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم حكما وخلي بالكم منها عشان بيتيجي في الاختيار في الامتحان أحكم الحاكمين معناها أعلمهم وأعدلهم حكما حكم اللام الساكنة في كلمة الأمين الإظهار حكم اللام الساكنة دايما في كلمة الأمين هو الإظهار وحكم اللام الشمسية هو الإضغام حكم اللام الشمسية الإضغام حكم اللام الساكنة الإظهار حكم اللام الساكنة الإظهار حكم اللام الشمسية الإضغام بنشكر الله تعالى على نعمة اليدين لاستخدامهما في مساعدة الآخرين نشكر الله تعالى على نعمة اليدين لاستخدامهما في مساعدة الآخرين تعالوا نكمل مع بعض بقية الأسئلة وجايب لي في القوز اللي بعد كده قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول لي أول سؤال فيها ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في الثاني عشر من ربيع الأول بمكة ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول بمكة نشأ مع أمه السيدة آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب نشأ مع أمه السيدة آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب مردعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة حليمة السعدية مردعة الرسول هي السيدة حليمة السعدية قد الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة حليمة السعدية كرابة الأربع سنوات قد الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة حليمة السعدية قرابة الأربع سنوات توفيت أم الرسول السيدة آمينة وعمره ست سنوات توفيت أم الرسول السيدة آمينة بنت وهب وعمره ست سنوات انتقل بعدها إلى جده عبد المطلب انتقل بعدها إلى جده عبد المطلب توفي جد الرسول وعمره ثمان سنوات ثم انتقل إلى عمه أبي طابو طالب توفي جد الرسول وعمره ثمان سنوات ثم انتقل إلى عمه أبي طالب اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام من رعي الغنم صفة التفكر اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم صفة التفكر خلي بالكم من السؤال ده والسؤال ده مهم جدا ودرس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدرسه كله مهم جدا بعث الله الرسول لهداية الناس بعث الله الرسل لهداية الناس لقد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين لقب سيدنا محمد بلقب الصادق الأمين لقب سيدنا محمد بلقب الصادق الأمين سؤال مهم علم الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام كلما الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام عند جبل الطور كلما الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام عند جبل طور سيناء شارك النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة شارك النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة الحجر الأسود هو بداية نقطة الطواف ومنتهى ويوجد في الركن الجنوب الشرق للكعبة محمد صلى الله عليه وسلم رعى الأغنام ليساعد عمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الأغنام ليساعد عمه تعالوا نكمل بعد كده الدرس الثاني أو الأخر حاجة يدلو الدرسين والأخر ده المقرر عليكم في اختبار شهر أكتوبر عندما اجتمع سادة قريش لتجديد الكعبة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما اجتمع سادة قريش لتجديد الكعبة بعد أن تصدع بسبب سيل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل رفع الحجر الأسود بعد وضعه وسط رداء بعد وضعه في وسط رداء طلب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل رفع الحجر الأسود بعد وضعه وسط رداء عندما اجتمع سادة قريش لتجديد الكعبة كان عمر النبي 35 عاما اجتمع سادة قريش لتجديد الكعبة بعد أن تصدع بسبب سيل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل بعثل عن حجر الأسود بعد أن وضعه وسط رداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من الماء لما احتدم الخلاف بين سادة كريش لنقل الحجر الأسود اختاروا أول من دخل الكعبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتدم الخلاف بين سادة كريش لنقل الحجر الأسود اختاروا أول من دخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هود عليه السلام في قوم عاد أرسل الله سيدنا هود عليه السلام في قوم عاد ليدعوهم إلى عبادة الله وترك الأصمام أرسل الله سيدنا هود عليه السلام في قوم عاد ليدعوهم إلى عبادة الله وطرق الأصنام إحنا الوقت دخلنا على آخر النفس لوقص السيدنا هود المقرر عليكم في اختبار أكتوبر سكن قوم عاد الأحقاف والأحقاف دي كانت عبارة عن جبال من الرمال باليمن الأحقاف جبال من الرمال باليمن سقد قوم عاد الأحقاف والأحقاف هي جبال من الرمال باليمن عبد قوم عاد الأصنام عبد القومعاد الأصنام اتصف قومعاد بالكبر اتصف قومعاد بالكبر أهلق الله تعالى قومعاد برياح شديدة أهلق الله تعالى قومعاد برياح شديدة خلي بالكم السؤال دولة إن السؤال دولة قدامكم في الاختيار هود عليه السلام من زرية نوح سيدنا هود عليه السلام من زرية نوح كانت دعوة هود إلى قومه دعوة ناصح فكان يحذرهم من العذاب طارة ويذكرهم بنعم الله عليهم طارة أخرى تاني أهلق الله تعالى قوم عدم بريح شديدة أهلق الله تعالى قوم عدم بريح شديدة هود عليه السلام من زرية نوح كانت دعوة هود إلى قومه دعوة الناصح فكان يحذرهم من العذاب طارة ويذكرهم بنعم الله عليهم طارة أخرى ده المنهج الدين المقرر عليكم في اختبار شهر أكتوبر ياربكم بقدم لكم علومة مفقدة دروس بسيطة جدا وسهلة ما فيش فيها أي صعوبة دعواتي لكم جميعا حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم نسمر وزهرة